وفور وصوله مطار أنقرة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي زيارة الرئيس السيسي الرسمية للجمهورية التركية تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مصاري تعزيز العلاقات بين البلدين والبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة وتعاون المشترك بين البلدين سواء تنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جامعة تتطلب التشاورة والتنسيق بين البلدين أضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس أردوغان إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون لاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا والذي من المقارر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات التنائية في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الرؤى إذا القضايا الإقليمية الدولية حل الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وإنهاء المساعدة في الشرق الأوسط كما سيشهد رئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم باية حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون ترجمة نانسي قنقر